فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إذا سافر المسلم ومن عادته في بلده أن يصوم الاثنين والخميس هل يشرع له أن يصومها في البلد الذي سافر إليه أو ينطبق عليه الحديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا كان هذا لا يشق عليه وهو حريص على فعل الطاعات فإنه يصوم في السفر يصوم في السفر صوما نافلة وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر صوما نافلة وعايشة هم المؤمنين كانت تصوم فإذا حافظ على صيامه وهو لا يشق عليه فهذا زيادة خير أما إذا كان السفر يشق عليه الصيام معه وترك الصيام دفعا للمشقة وهو حريص عليه ولكن المشقة منعته فهذا يكتب له أجر ما كان يصومه حاضرا مقيما نعم